مرحب بكم مرة تانية يا عزيزاني مشاهديم مرحب بالزميل العزيز محمد الباز بنوارنا يا محمد السلام عليكم يا كافتن ايمان السلام خير حبيب اخبارك ايه كله تمام الحمد لله الحمد لله ارقام بتقولي بقى في ماتش النهار يعني ماتش مهم النهار ده خلينا نبدأ عطول بالمولين وارقام المولين يعني في خلال بطولة الدوري حتى الان حنستعرض مع بعض المولين للأسف البداية السنة دي بداية مش قوية بداية فيها علامات سفهام عليها علامات سفهام كبيرة جدا مع ان عندهم استقرار عندهم استقرار فني الاختلاف الوحيد بس في طريقة اللعب يعني طريقة اللعب السنة اللي فاتت مع بدايات الموسم مع الكابتن شاوي كانت بنشوف على طول خمسة أربعة واحد خمسة ثلاثة اتنين لا السنة دي فيها حاجة غريبة يعني بشوف ثلاثة أربعة واحد اتنين وده شفتهم ما أمام مباراة الاتحاد الأخيرة مباراة زد اللي قبلها يعني كانت بيقدموا مباراة قوية جدا الأرقام بتقول حاجة مختلفة خاصة في آخر مباراتين حنبر سريعا عليهم ولكن خلينا نستعرض مع بعض أرقام المأولين في الدوري حتى الآن في أول أربع مباراة أو خمس مباراة يعني عدد مباراة خمسة طبعا ولا فوز هي والبنك الأهلية كابتن آيمن الفريقين الوحيدين في الدوري حتى الآن بلا فوز تعادل اتنين خسارة تلاتة ليه طبعا سبع أهداف وأهداف المستقبلة 11 هدف من يوم خمسة ضربات جزاء وده رقم أيضا غريب الشباك نظيفة ما فيش طبعا خالص لأنه مستقبل أهداف كتير الأهداف المتوقعة 12 ليه؟ لأنه هو بيصنع أهداف بيوصل يعني الأهداف المتوقعة دي كان المفروض أنه هما يصلوا لـ 12 هدف وليه من قوالة الفرص بيوصل كتير بس بيستقبل كتير بار بيستقبل كتير وده بقى المشكلة نستعرضها بالصور النهار لما نتكلم على مبارات زد لما نتكلم في تعادل 3-3 نتكلم على مبارات الاتحاد خسارة 3-2 هنتكلم فيها برضو فده الأرقام بتدلل هنا أن الفريق لا بيوصل عنده تمريرات مفتاحية 39 تمريرة مفتاحية وده بقى الدليل أنه هو بيوصل للمرمى مرمى الخصم بشكل كويس جدا صناعة فرص أربعة وده رقم أيضا كبير وكويس جدا ترجم الأهداف منه قطع الكرة هو بيطاع الكرة بشكل كويس جدا يعني 487 مرة بيعملوا البلوكات من أفضل الفرق اللي بتعمل بلوك وقطع الكرة في المساحات الديئة أيضا كابتن أيمن فده بيدلل أنهم أصلا متفوقين في الصناعيات الدفاعية وده أرقاما مقارنة بكل فرق الدورة حتى الآن بيمتازوا بالحتة دي فريق المؤوليد السناء اللي فاتت زي ما بنقول بدأوا بداية أيضا مش قوية أربع تعادلات وفوز وحيد استكبلوا هدف وأحرزوا هدفين البداية أيضا من أحياء الرقمية ما كانتش هي القوية لكن هي تغيير اللعب والتاكتك وطريقة اللعب اللي احنا قلنا عليهم وطبعا تغيير بعض اللعبة في السكواد اللي احنا تكلمنا عليه السنة دي ده بالنسبة لأرقام المؤولين في الدورة حتى الآن بالتكلم عن المؤولين هو أضعف خط دفاع استقبل 11 طبعا هدف هنا قطع الكرة من الاعتراضات بيعملوا طبعا الانترسيبشن أو الاعتراضات بشكل كويس جدا زي البلوكات زي ما قلنا عملوا 87 مرة اعتراض ده مقررنا بفرق الدوري هم من أفضل خمسة في الدوري من ناحية الاعتراضات والبلوكات طبعا خسارة الكرة بيخسار الكرة طبعا بشكل كبير جدا دايما هما كابتن عايما بيلعبوا اللو بلوك وحنشرح كده بالصور فنص ملعبهم دايما برضو ما بيعرفوش يطلعوا في بعض الأوقات ولكن بيمنتازوا بالترانزيشن طبعا بتعمل عليه ضغط عالي بشكل شرس بيخساره الكرة ولكن هما الرقم هنا منور شوية في أرقام المقولين في هذا الموسم إن 117 دا رقم كبير جدا مقارنة بأندية الدوري بيخساره الكرة بشكل كبير تحت الضغط خصوصا لو بسنا للنقطة اللي أبلها يعني في الإجمالي 185 تحت ضغط 117 دا رقم عليه جدا نسبة عالية جدا يعني نتكلم بنسبة يعني نتصل لـ 60 في الـ 165% من إجمالي خسارة الكرة وهو تحت الضغط وده طبعا لعبة الناد الأهل النهاردة محتاجة تمارس الضغط بشكل شرس عليهم خسارة الكرة في الالتحامات الهوائية طبعا 45 وده رقم أيضا كبير من الـ 185 التزديدات على المرمى 61 تزديدة في الخمس مباريات حتى الآن وبنتكلم أن التزديدات النجاح منهم 19 تزديدة بالنسبة لفريق المقاولين بالنسبة للتزديدات النجاح 19 التزديدات النجاح لإحراز هذا يعني الكونفيرجن بيحول التزديدات على المرمى كابتن أمن يعني محتاج من كل 2 أو 3 2.7 3 تزديدات بدقة عالية ممكن يترجم منها هدف وده بيدللنا احنا كالأهل المفروض نعمل البلوك ما ندلهمش الفرصة في التزديد على المرمى لأنه بيوصل بشكل كبير جدا بيعمل تمريرات مفتاحية وفوق وأسست بشكل كبير جدا ده شكل عام عن المقاولين هذا الموسم وشكل إحصائي حتى الخمس مباريات الموسم الماضي بنتكلم طبعاً لو احنا بنتكلم عن نادي الأهلي لا احنا عارفين ان احنا لعبنا مباراتين لو نحط في مقارنات احنا في المباراتين دول لا سبع أهداف السبع أهداف دول وصلنا فيهم بسبعتاشر تمريراً مفتاحية سبعتاشر تمريراً مفتاحية للأهلي في المباراتين وسبع أهداف الـ XG بتاعنا كالمفروض نحقق خمس أهداف احنا over achieve سبع أهداف أعلى من المتوقع طبعاً في 29 تزديدة من الأهلي 29 تزديدة بنتكلم عن 14 منهم صحيحة عن تقريباً 50% فيهم دقة عالية على المرمى في مباراتين الدور طبعاً البطولة الدور الأوروبي والسوب الأوروبي اللي حكنا مميزين جداً في صناعة الفرص والتمريرات المفتاحية احنا عملنا في الـ 4 مرهات 3 أهدافة كابتن أيمن 31 تمريراً مفتاحية وصلنا للمرمى الأرقام دي كلها بتخلين أكيد أكيد مستر كولر مع الجهاز المعاون مع اللعيبة وقفوا واستفدنا بشكل كبير جداً من بطولة الدوري الأفريقي اللي خرجنا منها والمباراتين الدوري أرقام بتدلل احنا هنا في علامة استفهام في ترجمة الفرص الأهداف الدقة في لعب اللونج بولز في ظهر خط الدفاع في الفرق طبعاً الخصم زي ما شفنا كان عندنا مساحات ونهاجم المساحات والصراعة كانت مطلوبة بشكل كبير جداً أكيد الإيجابيات والسلبيات هشتغلها طبعاً مستر كولر الإيجابيات هناخدها ونميها وأكيد السلبيات هشتغل عليها بإذن الله مزبوط عايزين نستعرض بس بعد الصور النهاردة المأولين بما أننا بدأنا بأرقام المأولين المأولين يا كابتن أيمن عمل شكل مختلف في السنة دي فيه بيلعب بالرأس بشكل كبير جداً يعني فيه 14-15 لعبة لعبوها بالرأس من توتا التزديدات اللي احنا لسه شايفينها كانت بتشكل خطور هم عندهم أطوال على فكرة عندهم أطوال عشان كده من نقاط القوة عندهم النهاردة هي الضربات السبتة الكرات السبتة والضربات الركنية جايبين هدفين من ضربات الركنية الموسم ده ده أمام الزمالك يا كابتن أيمن شوف بقى التمركز بتاع لعبتهم دايماً بيقفوا بيعملوها بتكنيك معاية تلاقي دايماً أول لعب بيسحب طبعاً بتحرك على الأمام عشان ياخد معاه 2-3 وبيعملوا زي يعني إزعاج لخط الدفاع يعني بيبرجلوا كده بلغة الكرة المدافعين الخصم ومنها بيحروزوا هدف نمشي حنشوف اللعبة بتتلاعب بإزاي بها التحرك بنشوف لعبة المؤلين وقفين إزاي وراء بها 3-4 لعيبة وقفين بصف بخط طولي وفيه 2 من بعيد كابتن أيمن دايماً بيرقبوا الشكل عامل إزاي حيمشي إزاي يعني نمشي كده الهجمة نمشي نشوف الكرة حتتلاعب ونشوف إزاي حيسحبوا معاهم المدافعين نادي الزمالك علشان يفككوا التكتل العاملونية الزمالك الزمالك حتى مضطر أنه يقف الخط الطولي بالشكل اللي احنا شايفين يعني ده كان هدف أمام الزمالك نفس الكلام أمام الاتحاد كان عندهم ركنية يعني أعتقد أن احنا لو نمرر الصور حنشوف برضو نفس الكلام يعني يعني ده برضو ده ماتشي زمالك بالزبط زي ما كنا بنقول احنا كنا شايفينها في الصورة اللي قولها كابتن أيمن وقفين بتكنيك معاين خط الطولي وراء بعض مجرد لعب الكرة بالزبط الكرة هي في الهواء شايفينها خلاص بدأت دلوقتي يتحرك 2-3 لقدام عشان يسحبوا 3-4 من خط الدفاع الخصب ويفضوا المساحة اللي جاي من وراء بيحصل طبعا لإما يلعبها بشكل مباشر في المرمى الكرة دي سقطت طبعا وحصل فيها فلو وأحرزوا منها أحمد علاء حط منها جور مزبوط ده في ماتشي زمالك لو حنماشي سريعا حنبصوا برضو من نقاط القوة عندهم زي ما قلنا ضربات سبتة أو ضربات الركنية بالأخص كان مباراة الاتحاد نفس الكلام برضو يلعبه بشكل يعني خلاص دي كرة طبعا دخلت هدف يعني سريعا نخش على الهدف اللي بعده مباراة الاتحاد نفس الكلام مباراة الاتحاد تلعبت الركنية بس من ناحية اليمينة كابتن أيمن ونفس الكلام فيه 2-3 وقفين على هنا يعني بص شوفت ضربة الركنية بتتلعب شايفين هنا في بداية الخط فيه 2 في البداية هم سحبوا 2-3 لعيبة لقدامه عشان يفضوا للجاي من الخلف أو اللي يوقف ورا أنه يطلع بكل ارتاحية يعملوها ده التكنيك اللي شغلوا عليه وبيلعبوها بشكل كويس جدا وعندهم ضقة عالية بالأرقام فيه ضربات أو اللعب بالرأس على المرمى المولين هو رقم 6 على الدوري في الكروسات رقم 6 في الترتيب على الدوري في الكروسات بلعبوا كروسات بشكل كبير جدا يعني 68 كروسة عملوه منهم 38 عندهم مشكلة بقى في التمركزات زي ما حدرتك لسه قيل إحنا بيحرزوا أهداف بيوصلوا تمريرات مفتاحية ولكن بيستقبلوا أهداف كتيرة ليه؟ لأن عندهم دايما مشكلة في التمركزات الخط يعني يبدو يعني نرجع الصورة اللي قبلها يبدو أن هم وقفين بشكل فيه يعني منتظم أو يعني منظم يعني الصورة اللي قبلها الخط الدفاع وقف بشكل كويس جدا دايما بلعبوا اللو بلوك زي ما احنا شايفين كده بيسحبوا الفريق الخصم لقدام عندهم ولكن كابتن أيمن اتضغط وقطع الكرة ما فيوش الدكة العالية دايما عندهم مشكلة في كده فالكرة تلعبت مبين طبعا الخط دفاع سرد بكين وراحت انفراد على المرمى وده بيقولك اللعب على الأرض الشرط باصص الكرات الكسيرة بتضرب بيها الخط الدفاع عندهم بشكل كبير جدا واستقبلوا معظم الأهداف بالشكل ده فريق طبعا بيعمل بلوك بشكل كويس بيلعب الكرة التانية أيضا بشكل كويس بيكسبها بشكل كويس جدا فعندهم مميزات أيضا كويسة جدا عندهم الـ XG أثناء المباراة بيرتفع دايما يرتفع مع الدقايق المباراة ده بيدلل ان هما شفناهم أمام زد لما عام حصل ريمونتادة وان هما جابوا في البلاس 90 فيها هدفين جنف الآخر ده بيقولك لا خد بالك الفريق ده بيوصل ولكن في الدقاق الأخيرة وبيعمل الشكل اللي هو الفرص اللي تمس الخطورة على مرمى الخص ده معناه أن احنا لازم نكون سبتين وحازرين لحد آخر دقائق في المباراة حتى أمام الاتحاد بيعمل ريمونتادة حتى لما خسروا 3-2 كان فيه دقائق الأخير ده بشكل عام على المؤولين في الدوري هذا العام ونقاط القوة ونقاط الضعف بالأرقام إن شاء الله بإذن الله النهاردة نستغل من نقاط الضعف ونقضي على نقاط القوة ويبقى الناصر يكون للنادي الأهلي بإذن الله بإذن الله شكرا جزيلا محمد شرعب شكرا كابتن عم شكرا